كيف يمكن أن نفسر هذا التهاوي الكبير بالنسبة للمؤشرات المصرية اليوم؟ هل العمليات البيعية كانت هي السبب الرئيسي؟ أما يحدث في الأسواق العالمية كان هناك عامل ارتباط مباشر بين أوكرانيا وما تشهده البورصة الأوكرانية بتأثير على البورصة المصرية؟ الحقيقة ما يجهده الأحداث في أوكرانيا من صراع أمريكي روسي هو بالتأكيد ليس فقط على السوق المصري لكن بيأثر على أسواق المال العالمية كلها شايفين نهاردة بورصات الخليج كلها فيها انخفاضات بالنسبة تقارب الـ 2% تقريبا وشوفنا الأسواق العالمية أيضا فيها انخفاضات إذن هو انخفاض في أسواق العالمية خوفا من نشوب صراع روسي أمريكي وتكون أرض المعركة هي أوكرانيا وبالتالي في تخوف من المستثمرين بشكل عام الدليل على كده احنا شايفين نهاردة كمان أن الدهب الملازل آمن للمستثمرين فيه ارتفاعات ملحوظة وبالتالي الأموال تنتجه من الملكية أو الأسهم إلى الملازل آمن وهو الدهب ده السبب الرئيسي في مشاهدة السوق المصري انخفاض بهذا الشكل ودليل على كده شايفين عندنا وراسكم تلكم اللي هي تمتلكها في مبلكم الروسية لها أداء منخفض زيادة كمان عن أداء السوق فيها انخفاض مرحوظ في السوق لكن العجيب أننا نجد أن المؤسسات المصرية فقط هي البائع الوحيد في السوق المصري بما يقترب من 40 مليون جنيه وكافة أطراف السوق الأخرى مشترين أو صافة عملاتهم مشترين الأفراد المصريين مشترين الأفراد الأجانب مشترين المؤسسات الأجنبية مشترية المؤسسات العربية مشترية كافة أطراف السوق في صافة عملاتها في جانب الشراء لكن مؤسسات المصرية هي اللي كانت في جانب البيع هل في إلها تفسير دكتور مؤتسم يعني اقتصار عملية على المؤسسات المصرية الحقيقة ما عندش تفسير يعني لكن ملاحظة جديرة بالاهتمام نحن نرى سلوك المؤسسات المصرية بهذا الشكل لكن الأرباح والرالي السعودي الكبير اللي كان في البورسة المصرية خلال سبعة أشهر الماضية هو اللي مخلي حجم الهبوط اليوم عنيف نسبيا بهذا الشكل لأن كتير من المستثمرين عندهم أرباح مرتفعة وأسعارهم ارتفعت بشكل كبير جدا وبالتالي بيبقى عنده القابلية اليوم أنه يضحي بالسهم بتاعه حتى لو فيه انخفاض نسبي كبير بين سعر اليوم والسعر أمس وبالتالي ملاقي دايما في حالات الصعود الكبيرة التصحيح الموجود في السوق تصحيح عنيف نسبينك أيضا فيه سبب آخر نحن كنا وصلنا لمستوى 8-3-2 نقطة اللي هو بطبيعته مستوى مقاومة كبير جدا في السوق وكان الكثير من المحليين يتوقعون وجود عمليات جني أرباح فإذا تمت عمليات جني أرباح مع وجود بعض الأخبار السلبية زي ما يحدث بين روسيا وأمريكا في أوكرانيا فبالتأكيد بيأثر نسبيا على انخفاض ويخليه انخفاض كبير لكن هالمعامل الارتباط سيبقى طويلا برأيك يعني دكتور موتاسم حتى لو صار في تطورات في الملف الروسي الأوكراني سيبقى طويلا تأثيره على السوق المصري أم أيضا سيتخطى يعني منعرف أنه حتى السوق المصري عادة ما تتخطى الأحداث الداخلية فكيف إذا كانت خارجية إذا تحدثت عن عامل الارتباط لازم نشوف مين اللي هيعمل الارتباط ده اللي هيعمل الارتباط ده هم الأجانب اللي في الأساس مستثمرين مشتركين بين السوق المصري والأسوق الأجنبية الحقيقة النهاردة الأجانب المؤسسات شرية والأجانب الأفراد شرية وبالتالي حتى العرب شرين وبالتالي نرى أن المعامل الارتباط ده قد يكون لجلسات محدودة جدا ثم سينفك هذا المعامل وسننظر مرة أخرى للسوق المحلي وأداءه وأداء الاقتصاد وعملية الترشح للرئاسة وغيرها من أحداث المحلية على مستوى القطاعات دكتوري نحن نرى القطاع العقاري وقطاع الخدمات المالية كان دهم أساسي بالنسبة للأسواق المصرية خصوصا لارتفاعات القياسية التي حصلت بالـ EGX 30 والـ 70 هل سيستمر طويلا القطاع العقاري بالدعم بعد خصوصا المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم عمليات التمويل العقاري؟ عندنا كذا حاجة تقول إن القطاع العقاري هو قاطرة التنمية وهو فعلا هو قاطرة التنمية لأنه بشغل وراه من 70 إلى 90 صناعة وبالتالي يجب أن يتم تنشيط القطاع العقاري حتى يتم تنشيط الاقتصاد كل أول حاجة إن على رأس الحكومة رئيس وزراء هو في الأساس مهندس يتم بالقطاع العقاري والبنية التحتية وكان رئيس شركة المقاولون العرب وهي أكبر شركة يعني مقاولات في مصر وبالتالي أعتقد إنه هناك اهتمام كبير بهذا القطاع الحاجة التانية إنه احنا شفنا مبادرة البنك المركزي وسعي كثير من البنوك اللي استفادت منها خلال المرحلة القادمة وهيؤدي إلى تنشيط السوق العقاري وهو في الأساس إنه تنشيط اللي فيه مش هو يعني مش غاية لكنها وسيلة لتنشيط الصناعات المغزية لهذا السوق وبالتالي تنشيط الاقتصاد القومي بشكل عام الحاجة التأخيرة إنه احنا شفنا كثير من الشركات العقارية في السوق المصري كانت بتقوم عمليات بيعية قوية جدا خلال الثلاث سنوات الماضية رغم من وجود من أحداث لصورة 25 يناير وطبعاتها وصورة 30 يونيو وطبعاتها لكن الشركات العقارية باعت كويس جدا حتى احنا شفنا مثلا 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 مدينة ناصر الإسكان والتعمير أعلنت إن هي عاملت مبيعات في مشروعها داكسو بطول بمليار جنيه وبالمهيلز تحولت لأرباح وغيرها من الشركات اللي موجودة في هذا القطع طيب على مستوى الأخبار الشركات اليوم عم من تابع المهلة التي منحتها البورصة العربية لحليج الأقدام 15 يوم لتقديم القوائم المالية وإلا سيتمشط بالشركة وإيقاف عن التداول وليس شطها عفوا دكتور موتاسم هل نتوقع أن تقدم العربية القوائم بالمهلة المحددة بالتأكيد أنا أتوقع أن هي أتقدمها ولكن أنا ما عنده خبر يقين في هذا الأمر لكن هذا إجراء طبيعي من البورصة المصرية أن هي بتقدم إنذار للشركة محددة لتوقيت وبالتالي يجب على الشركة أن تلتزم في هذا التوقيت وتقدم القوائم المالية وهو إلزام على الشركة وحنعلم أن هناك غرامة تقدم على الشركة في حالة التأخير وتقدر على ما تذكر لألفين جنيه يوميا في حالة عدم تقديم القوائم المالية وبالتالي هي نسبيا غرامة مؤسرة وبالتالي أعتقد أن الشركات في حالة تقديم مثل هذه الإنذارات بتلتزم أعتقد أن هذا يعطز مع العربية حليج الأقدام هذه الأخبار التي تابعناها يمكن منذ الأمس تابعنا خبر أجواء المحكمة الجنح الاقتصادية التي قضت بمعاقبة كل من محمد بن عيسى الجابر رئيس شركة أجواء بتغريمه حوالي مليون جنيه مصري والسؤال يمكن تأثير هذا الإجراء وهذا الحكم على مصير أجواء إلى الآن لا يعرف مصيرها مثل هذه الأخبار هل تعطينا جديد حول ساهم أجواء ومصيره بالسوق مثل هذه الأخبار تؤكد أن أحكام القضايا كلها بتصب في صالح المساهمين أن الشركة قد أخطأت وإدارتها قد أخطأت وبالتالي عليهم من تصحيح الأوضاع وخلال الفترة القادمة ونعلم جيدا أن التداول على أجواء هو بسبب عدم تقديم للشركة لميزانياتها في موعدها المحددة وبالتالي تم إيقاف التداول على الشركة لحين تقديم القائم مالية كل هذه الأحداث من قضايا وغيرها مش هو السبب في إيقاف التداول على أجواء لكن عدم تقديم قائم مالية لها في موعدها المحددة هو السبب الرئيسي الآن في إيقاف التداول وعدم تقديم الشركة لميزانياتها في هذا الوقت هو استمرار لتعانوتها بقبل مساهمية دكتور معتسم الشهد نائب رئيس مجلس إدارة شركة هورايزون لتداول الأوراق المالية كنت معي من القاهرة شكرا جزيلا لك